السلام عليكم وزيكم يا بنات عاملين ايه? اهلا بكم معي في فيديو جديد اه في قناة بيتي مملكة حياتي ان شاء الله النهاردة هنعمل وصفة جديدة. هعمل معيكم بازن الله المكارونا بالوايت سوس او بالسوس الابيض ومش هستخدم فيها كريمة اه الكريمة بحيس انها بتديها يعني دسم عالي قوي وتبقى تقيل قوي. فهنعملها ان شاء الله الطريقة اخف شوية في الدسم. وكمان هيكون طعمها حل. هقول لكم هنستخدم ايه بقى? هيكون معي هنا هوت انا مقطعها اه شريحتين اه بني فراغ بني قطعتوهم كده مكعبات. مكعبات متوسطة. وكمان اه بصلوية صغيرة قطعتوها برضو مكعبات. اه ومعي برضو اه مشروم. مشروم ده معلب. ممكن تجيبي المشروم الفريش برضو بيبقى حلو قوي. برضو المشروم قبل لو معلب هتخسله كويس قوي قبل قبل ما نستخدمه لانه بيبقى محدود في مادة في مادة حافظة كده. فهنخسله كويس. وطبعا السدر السدرين الفراغ بتوعنا دول انا تبلتهم بملح وفلفل. آآ ولمونة. مش محتاجة حاجة اكتر من كده. احنا لسه هنحط برضو طوابل في الوصفة بتاعتنا. هجيب حل على البودرة جايز. هحط فيها معلقتين زيت. هسيبهم يسخنوا. وبعد كده هحط مكعبات او البصل انها مقطعت ومكعبات. وهقلبه يتحمر بس تحميرة بسيطة او ياخد لون كده بسيط. وطبعا هحط تعليم علاقة ملح. وفي نفس الاسناء بقى اللي انا بعمل فيها آآ لسوس الابيض هعمل آآ على الحلة التانية هحط الماكرونة بتاعتي آآ تتسلق. دي ماكرونة باكاتي. وهحمر طبعا البصرة بتاعتي. هحط هنا المشروم المعلب بتاعي زي ما قلتلكم طبعا يتغسل قويس جدا. لو هتستخدمي المشروم الفراش هنخليه في آخر آآ مرحلة خالص. علشان ما يتهريش معنا ونحس بتعمه. وهحط عليها الفراخ اللي انا قطعتها مكعبات مطوسطة. نقلب كله مع بعضه بحيز الفراخ تاخد لون والمشروم كمان والبصل كله يتحمر مع بعضه. هقلب فيهم شوية وبعد كده هروح اجيب كوبات لبن. احط فيها مع لقص وغيارة دقيق. واقلبهم كده على البارد واللبن ساقع. هقلب الدقيق في اللبن بحيس يدوب. مع لقص وغيارة بس احنا عايزين نجي سمك للسوس بتاعنا. لكن مش عايزين يبقى تقيل زي البشاميل يعني. هنا كده الفراخت حماريت اهي مع البصل مع كله. مع المشروم. هنزل عليها بالكوبات اللبن اللي هي فيها مع لقص صغيرة زي ما قلت لكم. وهقلب كله ببعضه. كده السوس بتاعي ابتده يتقلهو شوية. طبعا وانا برضو بحرك باستمرار. شماك الكعش. هنا انا حطيت تلات مكعبات اه جبنة عنيستو او جبنة مطبوخة. او البديل بتاعها تلات معالق جبنة كريمي. ولو عندك اشطة. اه حطي معلقة بتاديها طعم جميل جدا. معلقة كبيرة واحدة كبيرة. اشطة بلدي. لو عندك. انا طبعا هقلب كده هوت بحيس الجبنة دي هتسيح. تسيح ومالك الكعشي وابتديني طبعا طعم اه طعم جميل جدا طعم الجبنة في السوس بتاعي. هنا الجبنة بتاعتي سيحت خلاص انا حطيت فلفل اسود رشة وحطيت كمان رشة زعتر. نقلب فيه حلو كده يعني هو كده يعتبر خلاص استوى جاهز معايا. طبعا اه في نفس الوقت كان زمان اكاتت المكارونا استوت. صفتها من المية. وهحطتها في السوس وهقلبها مع بعض كل السوس بقى مع المكارونا عشان المكارونا ده اشرب من السوس. هده هاخد تقليبة بسيطة كده. هنا كده المكارونا بتاعتي خلاص جاهزة تقلبت في السوس وشربت منه. ممكن نحط رشة جبنة رومي. مع الفراغ بتبقى هاي الاوي. يعني جاهزة كده خلاص ان انا قدمها. يا ربي يا بنات الفيديو كنا عجبكو. تكونوا استفدتوا منه. ولو عجبكو ياريت لايك وشيروا وسبسكرايب للقناة. وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل اللي انا بعمله. وسلام عليكم. اشتركوا في القناة